وخلونا نستقبل فنانتنا نغم صالح بقى نغم صالح احنا اتقابلنا تقريبا من حوالي يجي عشر سنين كده ولا حاجة كانت صغيرة قد كده قد كده حاجة قد كده ازاي كانت أولا الحمد لله ايه احوالك كنسانة وانت طيبة وانت طيبة مبسوطة جدا ان انا معاك النهارة انا اكتر مبسوطة بيك جدا وقتا كنت صغيرة جدا 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 بتغني بس مش تمثيل لا كنت بقى مثل بس مسرح انا بقى مثل مسرح قبل ما اغني اصلا فكنت بقى مثل مسرح بقى ما في المدرسة وبعدين اتدت اخد ورش مسرح ومثل بقى برر مدرسة والكلام ده وكنت ساعتها كنت لسه عاملة بروجيك بتاع اسمه بتغني لمين كنت بغني سيد درويش وبتدرس سيد حلو صح شفتي الزامن قاعد عمال بيجن و بعد كده مضيتي مع نصر محروس وحاجات زي كده هو اول مرة شفني كانت في البرنامج في البرنامج معاك كنا وقتها في اون تيفي آه حلو خالص طيب السؤال بقى نغم ممثلة ولا نغم مطربة اللي اتنين هم ماينفعش ينفع بس بيجي دايما عندي اصححيني يعني انه مش هقولك صاحب بالين بس ما بتحققش كل اللي انت عايزه عليك ان تختار في النهاية انت ايه انت صاحة جدا عشان انا اتحطيت في ده يعني انا لما باجي اركز في الغنى عشان اعمل مثلا بروجيكت معين او اركز ان انا اطلع حاجة حلوة للناس ما ببقاش عندي اي وقت ان انا انشغل حتى بالمسرح يعني بيبقى الوقت دايق ودماغي ما باعافش اتحقق كنترول يعني وفي نفس الوقت لما باجي اعمل مسرحية مهمة او ادخل مسلسل او حاجة يعني خلاص بتوتر وما ببقاش عارف اركز في المزيكة طبعا اعمل ده ولا ده ولا انت صاحة جدا بس نعرف نعمل اتنين يعني بس في طريق واحد دي انا لسه مش قدل لسه مخدر قرار نهائي او يعني مش حاسة بميل ناحية حاجة اكتر من التانية لا خلص انا بحب الغناء قوي جدا وبحب التمثيل جدا والاتنين انا شايفة نفسي فيهم ان انا حعرف اعمل حاجة فيهم بس ان انا اشتغل على الاتنين في نفس الوقت هي دي اللي انا حاسة ان هي ممكن تبقى صعبة شوية لكن انا انجح في الاتنين بس ممكن لقيه بلان بقى نحاول نمشي عليها هكده القابل اللي جاي ان شاء الله